قرارات جديدة لإحكام التضييق على السوريين في لبنان ضمن حملة تصاعدات منذ مقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان لتضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان حلب اليوم حصلت على صورة لقرار منسوب للمديرية العامة للأمن اللبناني في 29 نيسان الماضي مفادها وقف قبول طلبات منح وتجديد إقامات للسوريين وسحب الإقامة منهم عند محاولتهم الدخول عبر الدوائر والمراكز الحدودية فيما نقل موقع صوت العاصمة عن مصدر خاص قوله إن مديرية الأمن العام في لبنان ألغت الإقامة المؤقتة الخاصة بالسوريين وأن عدداً من السوريين المقيمين في لبنان عادوا إلى سوريا على شكل زيارة وعند عودتهم منعهم الأمن اللبناني من الدخول بسبب إلغاء الكفالة أو ما تسمى لإقامة المؤقتة رغم عدم صدور أي قرار رسمي من الحكومة اللبنانية تزاحمت الضغوطات التي يتعرض لها السوريون على الأرض مع ضغوطات سياسية منادية بترحيلهم إلى بلدهم حيث أمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأجهزة الأمنية المختصة بترحيل السوريين المخالفين وتوعد بتطبيق الإعادة القصرية للسوريين المقيمين بلا أوراق قانونية قد تكون بداية الرحلة الغامضة للسوريين إذا تم ترحيلهم إلى مناطق سلطة الأسد بالاعتقال المفاجئ وتنتهي بالاختفاء دون أثر خلال شهر نيسان الماضي وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من مئتي حالة احتجاز تعسفي بما في ذلك أطفال ونساء وأشارت الشبكة إلى أن سلطة الأسد تستهدف اللاجئين السوريين العائدين من لبنان وأن تزايد حالات الاختفاء بفعل عمليات الاعتقال المستمرة يجعل مصيرهم مجهول ومحفوف بالمخاطر انتهاكات شتى تهدد حياة السوريين فمن لم يطاله الترحيل نالته سهام العنصرية تلك هي معادلة بقاء السوريين في لبنان تلك المدينة سادة الحرن البطل يجب علي ز الديان خط來 تلك المقاط low لدون أمسكphon لدون بشرibil من فين المصاري شكرا بوباناتم شكرا